من طالب رجوعه على كل حال أتمنى أنه يأخذ الأمر عين الاهتمام من الإدارة ويجينا إن شاء الله خبر أن يسرنا ويسركم رجوع المتسابقين لقرية بزنز دلاثة كان له طابع خاص خصوصاً أن المتسابقين مروا مرحلة عشر دقائق ومروا مرحلة أربعة متسابقين في قرية التسع للعديد المتسابقين خلاص يعني المتسابقين تعبوا ما قصروا أدوا مثلوا أرسلوا سووا كل شيء لدرجة أن محمد أطوالك إذا يجري سورة الكرسي يصرف مع نفسه تعبوا المتسابقين إلىين دخلوا المتسابقين الآيدين من أعمان وكان رجوعهم للقرية شعرنا به خلف الشاشات فما بالك ردة فعلهم اللي كانت على الشاشة مش عد مقطع الشباب وعودتهم للقرية في لهم مقطع طبعاً يا مشعل مشعل ما هم موجود زير ديس يعني وش سوي فيك يا مشعل حين أنا مشعل بعد ما هم موجود مشعل ما هم موجود يا شباب يا كنترول ما في أحد طيب شلون يعني أروح لنا كنترول يعني مثلاً أزيجيب المقطع يعني يا أخواني أنا اللا أحوال نيابي يا شباب يا شباب السلام يا سلام أرحبوا الحمد لله على السلامة وأحضان وترحيب وغتر نطيح بالله يشراكك والله يش يقول أولا طبعا أكيد فيه اشتياق الشباب المتواجدين ليس لإخوانهم اللي سافروا وحتى لو ما فيه اشتياق يا رجل تعالوا فكونا من ضغط البث صح ولا لا أربع أشخاص على مدى أربع أيام كان بذلوا جهد كبير وآخر يومين دخلوا في ضغط القرار أنه غياب عشر دقائق تترحل يعني كان ضغط كبير على الشباب فطبيعي وأكيد الاشتياق موجود الشباب أكيد يعني مش للكل لازم البعض فيه له اشتياق للبعض طبيعي هذا هل تتوقع أن القروب الخذية أنه مشتاقوا للأربع المتواجدين في القرية ولا مشتاقوا لهم ليش ما في أحد من الأربع المتواجدين في القروب الخفية ما ندري القلوب الخفية ترى ما هو قروب بسيط يوزع المهام واحد يقعد واحد يروح يقول بعضهم مع اللي راحوا بالضبط بالضبط هذا الشيء عشان الشغل يكون مرتب يعني ما يقدرون يخلون الأمور خارج السيطرة لازم يكونون مسيطرين هل الأربعة المتسابقين اللي كانوا على البث بعد عدد المتسابقين يقولهم أحين مسموحين تقدرون تغيبهم من البث اجلسوا تغيبوا هل تشوف أنها فكرة لا لسبب لأنه راح ندخل في موضوع النقاط مرة أخرى راح ندخل في موضوع النقاط ويجي لأسبوع الجاي تيجي تقول ليش فلان نقاطة منخفضة يعني لو أنا موجود مستحيل أغيب لأنه ما بغى ترحل برايب في الأسبوع الأخير صح ولا لا يعني أنا لو غبت حتى لو سمحوا لي حتى لو إدارة القناة قالت لي يا أنس مثلا أو يا محمد المسردي أنت مسموح لك أنك تغيب عن البث مستحيل أقبل ليش؟ لأنني أنا أبغى نقاط غيابي على البث أوكي حتى ما راح تيجيني عقوبة لكن غيابي عن الفقرة راح يحرمني من وجود النقاط راح يحرمني من زيادة الرصيد ونحن في المحك الأخير مستحيل أضيع جهد من بداية البرنامج جهد كبير أنا بذلتها من بداية البرنامج إلى اليوم خمسة وثمانين وأتنازل بكل سهولة فهنا أنا أطلب الشباب حتى لو جاكم إعفاء ارتاحوا لا تتقاعسون لأنه الموضوع وهي للجميع الآن التقاعس مرفوض لأن الآن أنت راح تحسب لكل نقطة حسابها فلا تقع في فخ أنك والله مسموح ريح وتتكاسل وبعدين في الحفل الختامي تشوف واحد يتوج عليك بفرق مية نقطة وكانت المية نقطة هذه في يدك في أحد البرامج أو في أحد الفقرات وانت بحكم أني أنا مسموح وأبغى أريح فلازم تكونون واعين لهذا الموضوع الجهد اللي بذلته مشكورين عليه سويته شيء عظيم جدا ولكن أكيد بس أيضا يعني لو أني تنازلت أو ارتحت حتى لو لدارة سمحت لي يجيب الحفل الختامي واحد يفوز عليه مية نقطة ليش يكون موقفي في ذاك الوقت والمية نقطة كانت في يدي في إحدى الفقرات أجل يا أخوان المسابقين سواء اللي كانوا في الفرية ولا اللي نرجعوا نصيحة لا تقبل ريح خلاص حنت ابنه لا يطوي الهم شد حيلك ونبغاك على البث والصلوات الأيام القادمة والفقرات بين قوسين الكلمة اللي بقولها الآن أتمنى أنا أتمنى في الأيام القادمة أنه يدبل الخصم على أداء الصلوات في وقتها في المسجد وعلى الفقرات وعلى الفقرات في وقتها يعني جميع المتسابقين اللي بيحضر بيلقى يا مشعل نفداك أنا في وجه الله يا أخي نفداك يعني يا مشعل تبغى أن يقول لك إي وها نفداك صوتك زي خالص شكرا يا مشعل السلام الله يحفظك يا مشعل يعني أنت تروح في فقرتك نحتاجك في مقطع وتعود أليس قلت أسمعني على حين أسمعك وأسمع صوتك يا أخي لا لله وضيعت السالفة على كل حال أتمنى من الإعداد في الأيام القادمة أنه يدب الخصم على الصروات يدب الخصم على الفقرات لأنها خلاص وصلنا إلى النهاية الجني لا بد أن يكون بصعوبة والخصم أتمنى أنه يسير صاحي عشان المتسابقين يفهمون أنها ما عاد بقلة في ربط عشر يوم على كل حال اعتراض ما هو باعتراض بعض المقدمين هباس وريان وش رايك في تدخل الفقرتين في بعض يا جمهورنا والله أنا ما عاد المقدمي ذال وش ربهم يغيب الواحد ولا يجي في فقرة خوية يعني أنت لك فقرة معيرة في وقت معين خلاص انتظم عليها لكن تجي في فقرة غيرك وتأخذ نصيبك وتبدأ بالله مش رأك اللي يسوه الشباب أو في مشهد الشباب أنا هبة بتشوف هوا شي نشوف عطنا يا عشان نحكم قطع قطع قطع